موسيقى نشرة الأخبار من قناة يا من شباب أهلا بكم لقي العشرة من ميليشي الحوثيين الانقلابية مصرعهم واصيب آخرون في معارك شهدتها منطقة كيلو عشر بشرق مدينة الحديدة وذكر بيان بثه المركز العالمي لألوية العمالقة أن أكثر من أربعين عنصرا حوثيا قتلوا وجرح آخرون في مواجهة عنيفة مع قوات تابعة للألوية في منطقة كيلو عشر على طريق الرابط بين العاصمة صنعاء ومدينة الحديدة وطبقا للبيان فإن مقاتلات التحالف العربي شنت بالتزامن غارات استهدفت تعزيزات وعتادا حربيا للميليشيا أسفرت عن تدمير عدد كبير منها يأتي هذا فيما أفادت مصادر عسكرية عن سقوط أكثر من 72 مسلحا حوثيا في مواجهة مع الجيش الوطني وغارة للتحالف العربي بالحديدة المصادر أكدت أن الميليشيا نقلت 40 من قتلاها إلى مستشفى العلفي وسط مدينة الحديدة في حين نقلت 32 إلى مستشفى باجل الحكومي وتركزت المعارك في أطراف الجنوبية للمدينة وقرب حي الربصة كما امتدت شرقا نحو أطراف منطقة كيلو ستة عشر في حين سهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع عسكرية شرق مدينة الحديدة ومنطقة الكثيف والجبانة زراعة الألغام والموت والخراب والدمار بهدف قتل أكبر عدد ممكن من اليمنيين سلوك حوثي متجذر في الأدبيات الإمامية والإجرام السلالي وصل حد زراعة الألغام على هيئة أشجار النخيل هذا الجذع ليس نخلا يساقط رطبا جنيا من مزارع تهام الحديدة لمهاجهة المجاعة الطاحنة التي تفتك بكثير من مديريات التهايم وإنما هو لغم حوثي زراعه السلاليون في مزارع الحديدة الكثيفة الفتك بمالكي المزارع إثر طرد الحوثيين منها على يد قوات العمالقة في مداخل مدينة الحديدة الجنوبية والشرقية بالقرب من كيلو ستة عشر اللغم على شكل جذوع النخل الذي انتزعته قوات العمالقة مزود بقدرات تفجيرية قادرة على نسف مركبات مدرعة ويعمل بالأشعة تحت الحمراء ويسهدف الأفراد والآليات يصنع من قبل خبراء ساعدتهم ودربتهم إيران وفقا للتقارير صادراء عن مؤسسة أبحاث التسلح في لندن في الصحراء تزرع السلالة الهاشمية ألغامها على هيئة كتل الرملية وفي الجبال على هيئة صخور مموهة وفي المزارع على هيئة نخيل وأشجار وفي البحر ألغام عائمة تجسيدا لطبيعة سلالة الإنقلاب الدموية والعنيفة التي تعاني عقدة الأقلية بدعم وخبرات إيرانية زراعة الألغام من قبل ميليشي الحوثيين لا تقتصر على منطقة دون أخرى وعلى نوع من الألغام دون آخر فيتزرع بكل شبر تجبر على الانسحاب منه آلاف الألغام بأنواعها المختلفة حيث استخرج مشروع مسام لنزع الألغام ثمانية آلاف وسبعمائة وثمانية عشر لغماً منذ بداية شهر أكتوبر بمعدل يومي يتجاوز أربعمائة وخمسة عشر لغماً شن الجيش الوطني هجمات مدفعية سهدفت مواقع وتجمعات لميليشي الحوثيين الإنقلابية غرب محافظة الجوف وقالت مصادر عسكرية إن المدفعية سهدفت بقصف مكثف مواقع الميليشي قرب جبهة المسلوب وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشي وتدمير عدد من الأليات التابعة لها في الجوف أيضاً رصدت السلطات 713 حالة قتل وإصابة بسبب الألغام التي ازرعتها ميليشي الحوثيين الإنقلابية خلال عامين وقال تقرير أعده مكتب وزارة حقوق الإنسان في المحافظة إن الجوف احتلت المرتبة الرابعة من حيث عدد ضحايا الألغام وتركزت حقول الألغام في مديريات خب والشعف والمتون والحزم والمصلوب والغيل شكك متابعون وقادة عسكريون بالقدرات القتالية للميليشي الحوثية مع طول المعركة واشتعالها في جميع الجبهات منذ فترة واعتبر مهتمون بشأن العسكري في اليمن فشل محاولات الميليشي الحوثيين الإنقلابية المتكررة في تحقيق أي اختراق بجبهات الصعدة والجبهات الأخرى دليلاً واضحاً على وصول الميليشي إلى مرحلة عجز تنظر بقرب انهيارها وقال يوسف عصيري عضو المركز الأعلامي للقوات المسلحة إن الميليشي فشلت أكثر من مرة وآخرها في هجوم ليلة السبت في إحداث أي اختراق بجبهة الملاحظ بمنطقة مران الغريبة جداً من معقل الميليشي وزعيم التمرد عبد الملك الخوثي استشهد مدني واصيب طفلان برصاص قناصة الميليشي الحوثية في جريمتين منفاصلتين جنوب وغرب مدينة تعز وأكد مصدر طبي استشهاد المواطن أسامة أحمد قاسم وإصابة الطفل محمد بدري شكري برصاص قناصة ميليشيات الحوثيين في قرية الأشعاب بمديرة صبر الموادم جنوب المدينة كما أصيبت الطفل نضال أحمد حزام برصاص قناصة ميليشيات الحوثيين جوار منزلهم بقرية السفاء عزلة بلاد الوافي شمال مديرية الجبل حبشي غرب تعز وصف مدير عام شرطة تعز العميد منصور الأكحلي حوادث إطلاق النار الليلية والمتكررة التي تشهدها عدد من أحياء مدينة تعز بأنها أعمال جذة من قبل جماعات منفلتة خارجة عن النظام والقانون وقال العميد الأكحلي في مداخلة له على قناة يمن شباب إن مثل هذه الحوادث لا ترقى إلى أن تكون ظاهرة تستدعي قيام حملات أمنية مؤكدا أن الأمن في تعز تحسن كبيرا تحسن بشكل كبير وأفضل منذ قبل وفي رده على سؤال بشأن أسباب وخلفيات حادثة إطلاق نار ليل السبت بحي التحرير الأسفل أوضح الأكحلي أن ما جرى هو إطلاق نار على منزل العميد عبد العزيز المجيدي رئيس أركان محوري تعز مشيرا إلى أنه يجري حاليا تعقب العناصر الذين أطلقوا الرصاص لضبطهم وتقديمهم للعدالة اغتال مسلحون مجهولون عقيدا في شرطة بمحافظة عدن واثنين من مرافقيه في حي الممدارة بمديرة الشيخ عثمان وقال مصدر محلي إن قائد قوات مكافحة المخدرات بإدارة أمن عدن العقيد الركن فضل صايل قتل مع اثنين من حراسته برصاص مسلحين مجهولين ونقلت المصادر عن شهود عيان أن المسلحين كانوا يستقلون سيارة نوع مايكرو باس وباشروا العقيدة مع مرافقه بإطلاق وابل من الرصاص ما أدى إلى مقتلهم على الفور هذا وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا واسعا إثر عمليات اغتيالات يقودها مجهولون ورح ضحيتها عدد من الدعاة وآئمة المساجد ورجال الخير ووجهات اجتماعية وأمنيين وكان موقع أمريكي كشف مؤخرا عن إصابة أمريكية استأجرتها دولة الإمارات لتنفيذ عمليات اغتيال ضد أفراد وشخصيات حزبية وسياسية يمنية أعرب نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عن تقديره لسعداد الولايات المتحدة الأمريكية استئناف دعمها جهود محاربة الإرهاب وتأهيل الكوادر الأمنية ورفض اليمن بالكفاءات والخبرات التي من شأنها رفع مستوى قدرات الجيش اليمني وقال الفريق محسن لدى لقائه في المنامة قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول جوزيف فوتيل إن إسهام الولايات المتحدة ومساعدتها في بناء الجيش اليمني سيحقق الأمن والإسقرار لليمن وسيرفض الجهود الإقليمية والدولية في حماية الممرات المائية والمشاركة في الأمن والسلم الدوليين وسيحد من المخاطر الأمنية التي تقف وراءها جماعات العنف والإرهاب من جانب أكد قائد القيادة المركزية دعم بلاده للجيش اليمني والإسقرار وأمن اليمن معبرا عن ارتياحه بلقاء نائب رئيس الجمهورية الذي يأتي في إطار سمرار التنسيق والتعاون في المجال العسكري بالرغم من تأكيد وزير الدفاع الأمريكي دعم بلاده للحكومة الشرعية لأن واشنطن تطرح في الوقت الراهن مبادرة شبيهة بتلك التي طرحها من قبل وزير الخارجية الأمريكية الأسبق جون كيري هل اكتملت الصورة التي يريد لها أن تكون لليمن بعد تدمير ميليشيا الحوثي للبنية التحتية وتعطيله مؤسسات الدولة وتدخل التحالف العربي وإكمال ما لم يستطع إكماله الحوثي من تدمير بحجة إسقاط الانقلاب واستعادة الشرعية في مؤتمر حوار المنامة كشف وزير الدفاع الأمريكي جيميس مايتز عن معالي معارضة لرؤية المجتمع الدولي حول إنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام عبر تسوية سياسية تضمن بقاء الانقلابيين وتحاول تقديم ضمانات لدول المنطقة تتضمن حماية أمنها القومي وكان الحرب في اليمن سببها فقط أمن الجوار ولا علاقة لها بانقلاب ميليشيا إرهابية على الدولة وإرهاب المجتمع مجموعة مقترحات قدمها ما تستشمل حدودا من زوعة السلاح ويمنا دون الصواريخ بعيدة المدى يرى ما تسنى المقترحات التي ذكرها من غير الإشارة للمرجعيات الثلاث التي تتمسك بها الشرعية ودول التحالف العربي كمدخل أساسي للسلام في اليمن أنها كفيلة بدفع عجلة التسوية السياسية في اليمن مبادرة يرى مراقبون أنها لا تختلف عن مبادرة كيري التي تجاوزت القرارات الأممية ومرجعيات الحل والتي أجهضت برفض الشرعية والتحالف لها غير أن الظروف هذه المرة ليست مساعدة للتحالف ولا للشرعية بأن ترفض التسوية التي كشف ما تسع المعالمها فإلى جانب الظروف والضغوط الدولية التي تعيشها السعودية جراء تضاعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي يرى المجتمع الدولي أن تأخر الحسم وتيهي التحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن وانشغاله بنسق مصالحه وارتكاب انتهاكات وجراء ما ضد حقوق الإنسان إلى جانب تفاقم الأزمة الإنسانية كفيل برفع الغطاء الدولي عن الحرب في اليمن والدفع بأي تسوية سياسية تنهي الحرب مهما كانت بنودها ونتائجها حدود منزوعة السلاح ويمن بلا صواريخ بعيدة المدى الشرطان عدة لإبطال حجج السعودية ولإخراجها من المأزق اليمني فبعد فرضها لبعض المشاريع والمصالح التي كانت تسعى إليها في اليمن أهمها التمرر أنبوب النفط إلى بحر العرب عبر المهرة لا تمانع الرياض من أي تواجد للحوثين ولا من إقامة يمن سني ولا شيعي طالما وحدودها وأمنها القومي في أمان والصواريخ لا تصلوا لليمن فغير ذلك لا يعنيها بقدر ما يعني اليمنيين الشرعية اليمنية هي الحلقة الأضعف وكبش الفداء الذي يجري تقديمه في هذه الحرب ففي حين يجري الإبقاء على الحوثين ككتلة واحدة مسيطرة على مناطق الشمال واستمالتهم لفك ارتباطهم بإيران لضمان بقائهم تسعى الإمارات لفرض ميليشياته للسيطرة على الجنوب وتقديمها ككتلة واحدة وواقعا يجب أن تضمن التسوية السياسية بقاءها مستقبل الحرب في اليمن في ظرف حرج في ظل ضغوط دولية قوية على السعودية ما يجعل خطر الميليشيات الموالية الإيران في العمق اليمني ومنطقة الخليج قائما الحرب في اليمن إلى أين؟ في ظل تزايد الضغوط الدولية على الحليفة الكبرى السعودية إثر تداعية أزمة مقتل خاشقجي تكون الحرب اليمنية أولى المطالب وأبرزها صحف دولية وحكومات ومجالس تشريعية وزعماء يرون أن مدخل إعادة تصحيح المسار السعودي وإعادته إلى جادة الصواب حسب رأيهم بأنه لا يأتي من باب الأزمة الخليجية وحصار قطر ولا قطعة كندا بل يأتي من إيقاف الحرب في اليمن ووضع حد لما يقولون أنها جرائم وانتهاكات في اليمن تلويح برفع الغطاء الدولي عن تدخل التحالف العربي وفي المقدمة السعودية يضع مستقبل الحرب في اليمن في ظرف حرج فلا يعني إيقاف الحرب بنصف حسم وانتصار ونصف سيطرة إلا الإبقاء على المنطقة في وضع لا استقرار ولا دولة وهي خدمة للحثيين وأحياء لمشروعهم الذي كان قد سقط لو لا غرق التحالف في اليمن بأجندات ومصالح بعيدة عن أهداف استعادة الشرعية وكسر المشروع الإيراني هل تتخلى السعودية عن الأهداف التي تدخلت لأجلها في اليمن وعن حلفائها اليمنيين كما تخلت من سابق عن حلفائها بقايا الإمامة ثم الانفصاليين وشغيوخ القبائل وآخرين سؤال صعب تقرب الإجابة عن كتابات المقربين من بلاط الملك وولي عهده خلال الأزمة فقد هدد ترك دخيل في حال استمرار الضغوطات على المملكة فإنها ستلجأ للتقارب مع إيران ووضح عبد الرحمن الراشد في مقال له رغبة السعودية في تسوية الملف اليمني مع إيران وترك الحوثيين كنفوذ على باقي التكوينات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الذي استلم مساعدة سعودية تقدر بثلاثة مليارات دولار لبلاده كشف نهاية الأسبوع الماضي عن وساطة يقوم بها بين الحوثيين والقوات الحكومية المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية وقال خان إن بلاده ستحاول إعادة شمل الدول الإسلامية معا بالإضافة إلى عمل ذيها كوسيط في حل النزاعات بين الدول الإسلامية مضيفا نحن نبذل قصارى جهدنا للعمل كوسيط لحل الأزمة اليمنية من زاوية أخرى يرى بعض المراقبون أن استثمار الحوثيين للعلاقة الودية مع سلطانة عمان بعقد المزيد من صفقات الإفراج عن معتقلين سياسيين مقابل مبالغات ضخمة يأتي في مسارح الحالة الجماعة لملف المعتقلين السياسيين ومحاولة الاستفادة منه ماليا بأقصى ما يمكن فبعد الإفراج عن أبناء صالح تكشف السلطنة عن زعيها للإفراج عن وزير الدفاع اليمني محمود صبيحي المختطف لدى الحوثيين محاولة تخلص الجماعة من ملف المعتقلين السياسيين يراه مراقبون أنه استعداد للعب دور جديد في تسوية أممية تمنحهم البقاء كلاعب متماسك يكون سببا في الإبقاء على متلازمة القلق والتوتر للجار السعودي ومصدر استحلاب لخزائنه في جولات مستقبلية لكن ماذا عن موقف الطرف اليمني صاحب المعركة الأولى؟ ماذا أعد لسيناريو التخلي السعودي المفترض؟ كيف سيضمن بقاء شرعيته وحضورها؟ وإلى أي حد يستطيع الاستمرار في معركة استعادة الشرعية بلا غطاء وإسناد من الجارة الكبرى ولا المجتمع الدولي يبدو أن الوضع أكثر تعقيداً والقادم أكثر ضبابياً في موضوع آخر وافقت لجنة سندات الحكومية على طلب لوزير المالية أحمد الفضلي بإصدار سندات وشهادة إيداع وعقود وكالة بمبلغ مئة مليار ريال لتغطية عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية جاء ذلك خلال اجتماعاً في الرياض للجنة السندات المنصوص عليها بالقانون والقرار الجمهوري رقم 18 لسنة 1995 برئاسة رئيس الوزراء معين عبد الملك وأشار وزير المالية إلى الصعوبات التي توجه المالية العامة نتيجة قلة الموارد ومخاطر السحب على المكشوف وقرار مجلس إدارة البنك المركزي الذي تقدمت بشأنه وزارة المالية بطلب تفوض للبنك المركزي باقتراض مئة مليار ريال من مصادر غير تضخمية من خلال إصدار شهادة إيداع بنسبة فائدة محددة بـ 27% وسندات حكومية بنسبة فائدة مقدرة بـ 17% إضافة إلى عقود وكالة موجهة للبنك الإسلامي أو للبنوك الإسلامية بحسب أنظمة وإجراءات البنوك الإسلامية أصدر وزير المالي المياه والبيئة عزي شريم توجيها بتشكيل لجنة لحصر وتقييم الأضرار التي لاحقت بقطاع المياه وتسببت فيها العاصفة المدارية لبن في محافظة المهرة وشمل توجيه إعداد دراسات الفنية اللازمة لإعادة إعمار المنشآت والمكونات المتضررة بإطار المعالجات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتجاوز الكارثة وفي السياق اطلع وزير الكهرباء والطاقة عبدالله الأكوع على حجم الأضرار البالغة التي أصابت محطة توليد الكهرباء بمدينة الغيضة عاصمة المهرة وتعهد وزير الكهرباء والطاقة بتوفير المواد العاجلة وقال إن الحكومة تولي المحافظة بعد الإعصار اهتماما كبيرا لتخفيف من آثاره على السكان تكثف ميليشيا الحوثيين الانقلابية من دوراتها الطائفية التي تسهدف مختلف الشرائح الاجتماعية بمحافظة المحويت وقال ناشطون حقوقيون إن هذه دورات المسمى بالأنشطة الثقافية تأتي في وقت تزج فيه الميليشيا الانقلابية بأكثر من 120 مقتطفا في سجون سرية بالمحويت دون أن يعلم أحد شيئا عن مصيرهم وقال مدير المركز الإعلامي بمحافظة المحويت علي العقبي ليمن شباب إن الكثير من أبناء المحافظة مغيابون في سجون الميليشيا الانقلابية التي أنشأت لهذا الغرض سجونا سرية بالمحويت يفوق عددها بكثير عن السجون الرسمية نهاية النشرة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر